منذ تأسيس ميليشيات الحجد في عام 2014 وهي تسعى بكل قوة إلى أن تكون نسخة طبق الأصل من الحرس الثوري الإيراني في الأهداف والمهام والتمويل فسخر زعماء الميليشيات بدعم حكومي كل طاقاتهم لإصدار قانون يشرعن لميليشيات الحجد وجودها وتمويلها من الدولة وضمها شكليا للجيش إلى أن الواقع يشير إلا أن تلك الميليشيات تتلقى الأوامر من قادتها المتبطين بإيران بشكل مباشر الجماعات الإرغابية ومنتهكو حقوق الإنسان المدعومون من إيران عمدوا إلى تأسيس شركة تتمتع بفرص تفضيلية للحصول على عقود حكومية مربحة على غرار شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني بحسب تقرير معهد واشنطن للسياسات الشرق الأدنى الذي ذكر أن حكومة السوداني وافقت على الفكرة ومنحت أراضي ضخمة إلى شركة المهندس العامة التابعة لميليشيا الحجد شركة المهندس العامة أطلقت مشروعها الأول الذي يقوم على غرس مليون شجرة نخيل في قطعة أرض قدمتها الحكومة في محافظة المثنى تبلغ مساحتها مليوني دون بحضور رئيس ميليشيا الحجد فالح الفياض المصنف على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية ورئيس أركانه عبد العزيز المحمداوي أبو فدك المصنف على قائمة الإرغاب الأمريكي حكومة السوداني منحت شركة المهندس هذه رأس مال أولياً بقيمة 100 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 67 مليون دولار أمريكي مساحة الأراضي التي منحتها الحكومة الحالية للميليشيات دون وجه قانوني تتخطى بكثير متطلبات أي مشاريع فعلية ويبدو أن غرس الأشجار هو بمنزلة مبرر لإعطاء ميليشيا الحجد نسبة هائلة من مساحة أراضي محافظة المثنى كما أن المنطقة المختارة غير منطقية حيث تفتقر إلى الموارد المائية الكافية لزراعة هذا الكم الهائل من أشجار النخيل وتتوفر في المقابل خيارات أكثر عملية بين نهري دجلة والفرات ومع ذلك تتمتع هذه المنطقة بموقع نستراتيجي على الحدود مع المملكة العربية السعودية وي المنطقة التي استخدمتها الميليشيات لتنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على السعودية والإمارات في عام 2021 و2022